للعام الرابع على التوالي تقدم السعودية وقطر مشاريع قرارات معادية لسوريا في لجنة حقوق الإنسان التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة القرار يساوي بين داعش والحكومة السورية في الإدانة ولا يشمل التنظيمات المدعومة من تركيا والخليج ودول غربية كما يتهم سوريا باستخدام السلاح الكيميائي طالب مشروع القرار بانسحاب جميع المقاتلين الإرهابيين الأجانب من سوريا أيا كانت انتماءاتهم أو جنسياتهم تبنت 66 دولة القرار الذي سيعرض التصويت على الجمعية العامة الأسبوع المقبل ورأت فيه دول عرقلة للتسويت السياسية الضرورية للنزاع ترجمة نظر التقرار سوريا اتهمت قطر والسعودية والتركيا بتنفيذ أجندات إسرائيلية ترمي إلى تفتيت المنطقة وعرض مندوب سوريا وثائق لأوامر سعودية بإرسال محكمين بالإعدام للقتال في بلاده وحمل على الغرب لعدم دعم حقوق الشعبين السعودي والقطري لم يخدم أحد إسرائيل كما تفعل السعودية وقطر وتركيا نحن ندعم الحقوق والتطلعات المشروعة للشعبين القطري والسعودي بالانفتاح على عالم الخارجي والتخلص من الفتاوى المخجلة المقززة والعادات الجاهلية وحرية التعبير والتجمع السلمي ومساواة المرأة والتعددية الحزبية والتوزيع العادل للثروة وتناقل السلطة وحق الانتخاب وغيرها القرار نال 125 صوتا وعارضته 13 دولة وامتنعت 47 دولة عن التصويت حتى في مجال حقوق الإنسان لم تعد الحدود والمبادئ واضحة تماما فالدول الغارقة حتى آذانها بالخطايا تستطيع أن ترجم الدول الخصمة بالحجارة نزار عبود الأمم المتحدة نيويورك الميادين